أعيكم من أمستردان هولندا في أمستردان أحد الشوارع المشهورة إن شاء الله سأضعك بسمها رحلة كانت فرانكفورت بزيدوف الريرموند ألتيت ولكن لم أصورت 4K من أمستردان زيارة أحد المتاحف يقول لك كيف الإنسان المخلوق وكيف الجمجمة وكيف الأعصاب وكيف كل شيء مستردان صباح يوم جميل 24 11 2018 من مدينة أمستردان العاصمة الهولندية الساعة 8 صباحا طلعين من أخذنا للثة إن شاء الله بروايكم أهم الأماكن تعال حبيبي يمين تعال هذه المدينة ما ننظر ما زارت الجولة الصباحية في مدينة الحب أمستردان زيارة متحف بانكوخ في العاصمة الهولندية أمستردان تمنوع تصوير اللوحات أجهزة المدينة هذه المدينة من زيارة متحف بانكوخ رسام تشكيلي قصتها جميلة ترى قصتها في اليوتيوب هنا متحف موكوب وهذا أيضا متحف منطقة جميلة كلها متاحب العمومة جميلة موكوب 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 كل الشوارع موكوب موكوب لكن نتبه من السياكل هذه المعجونة كلما تقطع الشارع يمكنك أن ترى سيارات بعيدة من السياكل لا ترى اسمها النيدرلند العرض المخافضة بنايين مخافضة عن سطح العرض تعتبر مخافضة أحاول أن تسكن في السنتر لكن هنا سأتكبر قليلا سأسكن في السنتر وتمشى في أي شارع كلها شوارعها سياحة لا ترى الجمال جاء جميل بارد كل الطرق تؤدي إلى مسترداما تنزل في أي طريق لا توجد مشكلة إن شاء الله السياحة صراحة جميلة أفضلها على لندن أرى أنها أحلى على لندن بالنسبة لي لندن جميلة ولكن هنا أفضل أفضل ما شاء الله العالم في ساحة الدام ساحة الدام ما شاء الله العالم في ساحة الدام أمستردام 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 زيارة سوق الورود في أمستردام سوق جميل طبعاً كلكم تعرفون بأن هولندا تعتبر الأول على العالم لتصدير الورود أمستردام أمستردام صباح الخير أحييكم من هولندا خلصنا جولتنا في أمستردام يومين وإن شاء الله الآن منتقين إلى بروج في بلجيكا تبعد عن عاصمة بروكسل تقريباً 90 كيلو يسمونها فينيسيا بلجيكا طبعاً مدينة مبنية فيها مدينة جميلة يوم الأحد بيكون بس إن شاء الله تكون يعني إن شاء الله تكون شغالة المدينة وبنوى فيكم بأفضل مناظر بخلي فيدي واحد لجميع الرحلة إن شاء الله طبعاً نحن ما صورنا الدزلدوف ولا صورنا فلان كفوت بروج توقف سيارتي في المحطة ولا جنب المحطة ومشي دين بروج الكل يعرف بروج مدينة طبعاً قديمة من أمستردام مدينة مبنية تقريباً خارف ١٢٠ خارف ١٢٠ في عز أياما بعد ما دخلنا المدينة المدينة يسمونها البندقية البندقية بالنسبة لبلجيكا الغير عن إيطاليا إن شاء الله نحاول نغطيكم بعض الأماكن مهمة فيها وهي كلها مهمة في مصرح أي شخص يحضر بروج يجب أن يحضر بروج يجب أن يحضر بروج يجب أن يحضر بروج 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 من أهم الشوارع التسوق هذا شارع بروج من وسط المدينة بروج بروج ما شاء الله يوم الأحد عيش حياتك هي بروج جميلة أجواء جميلة السياحة جميلة درجة الحرارة أربعة أربعة درجات شارع داعش تقريبا بروجة بروجة مكتابة أفضل بروجودة أفضل في الترميض ما هي مريضة بروجودة خلال الأغغاء سنساء هل محضر يا رجاء هل خلال الأغغاء مرحباً شكراً شكراً هذه المنطقة التي يزور بروق لازم يزور هذه المنطقة ونصحكم فيها نصيحة جو بارد شرد درجة الحرارة 4 حالياً شهر 11 مساء الخير نحييكم من مدينة الشوكولاتة بروكسل مواناً جميلة الساحة الساحة الكبيرة بروكسل ممكن تكتبون في غوغا الساحة الساحة بروكسل العربي الساحة الجميلة أجمل الساحات عندهم الحلويات دمار مفتوح الحلويات الساحة مره حلويات أنا نهيت المره الساحة الساحة بارد شرد الساحة جميلة من عاصمة بروكسل عاصمة بلجيكا ساعة الساحة الساحة جميلة شرع تسوق هذا لديهم شرع معروف نهايته يوصل على الساحة نهايته يأتي إلى مول ثم الساحة مدينة الشوكولاتة بروكسل ساحة المدينة 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 بروكسل بروكسل جميلة جميلة بروكسل أجواء منطرة شهر 11 2018 أجواء جميلة بروكسل ما زالت الجولة في بروكسل العاصمة جميلة بروكسل مدينة الشوكولاتة مدينة 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 جميلة جميلة العاصمة البلجيكية جمالة بلجيكة مدينة محتفظة في الطابع القديم أتوقع أتوقع حافظة على أمورها في الحرب العالمية هناك متحف كلاسيكي متحف كلاسيكي سنرى أغلب المتحف يوم الثاني عن طريق جوجل ومدينة ومدينة زيارة متحف كلاسيكي في بروكسل متحف جميل شرح ترى الارتفاع متحف شرح ما هذا؟ ما هذا؟ تغطية لمتحف بروكسل في بلجيكة متحف جميل سيارات قديمة ودرجات قديمة لهواة الأشياء القديمة المتحف ضخم من صراحة اسمها أوتو كار أجواء جميلة في ساحة بروكسل ألوان جميلة في الساحة ما ظلنا تنشى في بروكسل تشوفوا المناظر ستبع في المدينة أخر ليلة في العاصمة البلجيكية خلاص إن شاء الله باتر من التجهين إلى مدينة ثانية وإلى دولة ثانية بعد إن شاء الله أجواء منطرة درجة الحرارة 6 شرح داعش نايت شرح داعش من الحدود الألمانية البلجيكية ماس ميشلين توقع اسمها ماس ميشلين ماس ميشلين الأوتليت على حدود ألمانيا وحدود بلجيكا أول مرة ظهرة صراحة ما أعرف شو مستوى ولكن إن شاء الله نحاول نقطيه وصلنا بردريب أقربة ساعة إن شاء الله يفتح يفتح ساعة عشر نحاول نعطيكم الصورة إن شاء الله يصور الشاشة هد عنوانا ماس ميشلين جميل ان شاء الله بيعيده الاوتليت ماشاء الله جميل وكبير وفيه ماركات كثيرة يعني حجمه ماشاء الله كبير يعني فيه كوفيات فيه ماركات يعني ما نقول كل ماركات أعلى الماركات موجودة اسعاره الخصم عنده من ثلاثين إلى سبعين على حسب البضاعة جميل وانا شوف يستحق الزيارة اذا كنتوا بين الحدود البلجيكية الالمانية الهولندية ومكانكم يزورون المول هذا درجة الحرارة الآن ثلاثة شارح الدعش نهاية شارح الدعش متجهين ان شاء الله إلى مصنع الشوكولاتة في بون بلونيا بلونيا يكتبونها في جوجل بون لديهم سوق سوق مواقاتي لكم سوق مصنع الشوكولاتة مصنع الشوكولاتة مصنع الشوكولاتة مصنع الشوكولاتة الشوكولات وطلخ المصنع الشوكولاتة مصنع الشوكولاتة هذا المصنع للزرناطة على النهر وهو مدينة كالون الألمانية رايحين سنتر المدينة لكن أنا أول مرة أزور المنطقة هذه صراحة كالون المنطقة قريبة من ديزلدوف وبون وكالون إذا اي ديزلدوف لازم يطوف على كالون وبون لأن نعدال بعض لا يوجد فرق بين الموايد أجواء جميلة كالون مالك 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 السلام ستبقني هناك مالك شيئا سيئا سيئا المدينة جميلة أنا أراها جميلة وتستحق الزيارة العلمانية القريبة من ديزلدوف المدينة جميلة وتستحق الزيارة يوم واحد كفاية فيها هذا الشارع التسوق هنا في المدينة القديمة وشوارع التسوق بدري نحن نعين الصبح بعض المحلات ما فتحت نرى مكان تريق الشارع التسوق جميل نحن نعين بدري تنزيل البضايع هذه المدينة بون هناك مدة ألمانية مميزة جميلة السلام تجول في بون نحن 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 تجول على نهر الراين في درجة بون هذه المدينة جميلة هناك بون وأنا ننبه تجولة الناس بون بون الألمانية تقول هيدبارك مناظر جميلة في بون انتهت رحلتنا في بون كانت رحلة سريعة وتغدينا غضاء طيب مدينة جميلة عائلية شكلها فيها سواق بيها حدايا حديقة نفس الهيدبارك الحين متجهين ان شاء الله إلى فرانكفورت 175 كيلو من بون وان شاء الله بناظر جميلة فرانكفورت والأسواق انتظرونا إلى هنا مدينة فرانكفورت العلمانية المدينة جميلة فيها تسوق أجوع جميلة فهذه المحطة الأخيرة إن شاء الله قبل الرجوع إلى أرض الوطن فهذه فرانكفورت إن شاء الله بنحاول نصور لكم الأسواق الموجودة فيها فيها مولات كثير وتمشي عشان الشوبنج جيدة تمشي طلعماركم في فرانكفورت أجواء شتوية طبعاً هل الأشياء موجودة فقط في الشتاء في الصيف ما تحصلونها أجبان حلات فرانكفورت هذه طلعماركم مدينة فرانكفورت أجواء مشمسة درجة الحرارة أربعة نهاية شارع 11 فرانكفورت الشارع المشاه بجانب فندق جميرة يعني أي حد إذا يروح شارع مشاه يكتب فندق جميرة فرانكفورت على طول بيوصق شارع المشارع في نفس الفندق في مول هنا صغير ولكن جميل الشارع التسور وهذا متجار أبل أبل فرانكفورت محل أطفال هذا جميل يبسه حلو إذا وصلت فرانكفورت ما تعرفين تروح بس حط أبل وحطت ستاربوكس تحصل عمرك في الشوارع الرئيسية عادة يعني أجواء شتوية من درجة الحرارة أربعة ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر